اشتركوا في القناة اكدت فيها ان الوجود الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة غير قانوني وان اسرائيل ملزم بانهائه في اسرع وقت وتم اعتماد القرار باغلبية 124 صوتا مقابل 14 معترضا من بينهم الولايات المتحدة واسرائيل والذي يطالب تل أبيب بانهاء وجودها غير القانوني في الاراضي الفلسطينية خلال عام كحد اقصى ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الاراضي المصادرة والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين واتخاذ تدابير لمنع تصدير الاسلحة الى اسرائيل البعثة الفلسطينية لدى الامم المتحدة رحبت بالقرار ووصفته بالتاريخي فيما نددت الخارجية الاسرائيلية بالقرار ووصفته بالمخزي مضيفة في منشور على منصة إكس أن القرار منحاز ومنفصل عن الواقع ويشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام حسب تعبيرها ورحبت العديد من الدول العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها الأخير وطالبت بترجمة ملموسة له فيما وصف ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القرار بأنه ذو أهمية كبيرة معتبرا أن اعتماده يؤكد مجددا حق الفلسطينيين في تقرير المصير بالمقابل صوتت الولايات المتحدة ضد القرار ووصفت السفير الأمريكي ليندا توماس جرينفيلد القرار بالمنحاز معتبرة أنه لا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين وهو ا쳐هد استطيع أن يروا يقلان بمتالي